هو في البداية أحمد يعني هو أولا أسس الاختيار أنا مختاره على أساس إيه؟ على أساس المرحلة القريبة أو المرحلة البعيدة أو الأتنين مع بعض حغير جلد المنتخب وكون منتخب جديد ينفع بعد أربع سنين أو يوصلنا الكاس عالم بعد أربع سنين مش وصلنا وبس ده وصلنا ونعمل نتائج ونعب كورة يبقى فيه شكل هل الكلام ده هو أساس الاختيار بتاعه إذا كان كده يبقى أوكي تمام الأهم من ده أن عشان المشروع ينجح أنت قلت له أنا عايز إيه؟ المفروض هو اللي هيقدم لك بقى الخطوات تنفيذ الكلام ده إيه؟ هيبدأ بالقاعدة بتاعت الناشئين بتاعت المنتخبات الصغيرة عشان وصولا تكوين المنتخب الجديد والمشروع لازم يتقلل الناس بوضوح ولازم يبقى فيه مساندة من البلد ولازم يبقى فيه مساندة من الجمهور كمان لأن الجمهور لازم ساند بقى لنا عشرة سنين كده هو يعني كلنا يجبوننا زيد يمشوا عبيد احنا وقفين ساندين كده هو الكلام اللي أنا سمعته سمعته في المؤتمر وسمعته قبل كده من حازم إمام ان احنا ما ببصش مثلا للأمم الأفريقية اللي جاي احنا بص الكاس عالم طيب لازم الجمهور يفهم الكلام ده لان الجمهور اللي هساند الجمهور اللي يتمثل في وجوده في المدرجات وجوده على السوشيال ميديا اللي هو هيدعم لازم بقى فهم كده ان انت تستحمل ان انت لا ما تنتظرش مني حاجة لأمم الأفريقية استناني لازم ده لازم من الناس تستوعب الكلام ده كله لازم كمان ياحمد حشيش انا حطله عندنا تpes regeneration لازم كمان يعني ناخد بطولة العربية عندنا بعد البطولة العربية عندنا كاسl umefriqy لازم ننافذ على كاسل umefriqy بعدها عندنا كاسl عالم لازم نروح كاسل العالم هو جلڭه خلاص قريبا يعني بعد الموسم ده معظمه خلص كورة لان يا أحمد كمان أنا لازم bat KüHA belongs بقى almighty يبقى فيه محاسبة ليس حاسبة بعد كمان ولا أربع سنين يعني أكيد خلال الأربع سنين دول فيه وقفات لازم تتطور مش أنا حشوف مفيش حاجة مفيش حاجة بعدين أقول لأ نستنى لأ ده أنا أول باول أديك مثلا فترة يعني بقى في حاجة كده زي أهداف مرحلية طبعا مرحلة مرتبطة بنجموعة أهداف أقيم وقيم وقيم وأقوله وعدل معاه لأن طالما فيه لعيبة كورو فيه ناس بتفهم في الاتحاد وناس اللي مسكن الملف ده لازم هتقيم وتحازن وبعدين كمان يحمد حشيش عازة طم من يحمد شعب المصري لازم يبقى البرنامج قدام المشروع قدام المدة أربع سنين زي ما حشيش بدأ كدامه كده السنة الأولى حعمل إيه السنة الثانية هستعين ببعض العيبة في المنتخب اللومبي السنة الثالثة هواحد طريقة اللعب بالنسبة لمنتخباتك كل الراجل المدير الفني اللي تحتي هتعامل نهاردة حتى على فكرة تواصلت مع مع سوارش في الأهلي تواصلت مع فريد رفز زمالك قالك لا لسه ما تواصلتش بس هتواصل مع كل المديرين الفنيين في الدولة المصر عايز أقولي كلمة أخيرة لأن ممكن يا حمد ما يبقاش فيه نتائج زي ما انت عايز بس تحس ان فيه شغلة عمل فيه شكل عمل فيه توضيب لمنتخبات فيه شكل المنتخبات فيه شكل ابتدى للمنتخب نفسه هو ده اللي أهم يعني انت ممكن تعمل كل حاجة وابقى فيه مشروع ويجي على آخر ماتش كرة من لعيب تطلعك برة تاني يعني انت فاهم زي زي ما كان هيحصل مع كيروش انت كان ممكن دلوقتي زماننا بنستنى ان احنا هدخلين كاس عالم من كرة واحدة ما كانش فيه بقى لمشروع ولا فيه قصص والدنيا كنتمشي فانعايز أقولك ان هو الشغل نفسه هو اللي لازم يتقايم والناس تحس ان فيه شغل بتايم وحيبان في الفترة اللي جاية حيبان شكرا للمشاهدة